اشتركوا في القناة نظم الاتصالات المتقدمة وهي مجموعة يعني راح تكون مجموعة من المحاضرات نلقيها يعني تباعا تغطي تحت تحت هذا العنوان العريض اللي هو Advanced Communication System اليوم المحاضرة الاولى راح نتناول Orthignal Frequency Division Multiplacing System for Wireless Communication نظام الترددات المتعددة المجزة بالتعامد المستعملة في الاتصالات اللاسلكية وهو من النظم المعروفة يعني واللي صلط عليها في نظم الاتصالات الحديثة رغم يعني ان اكتشافه مو اليوم اكتشافه من الخمسينات لكن تطبيقا تطبيقا نظم الاتصالات الحديثة هي اللي جاي تستخدم المحاضرة مالتنا محاضرة هذا الجزء من راح يغطي OFDM بيس كونسيبت مفاهيم مفاهيم بال OFDM حتى ندخل الى نفهم ما هو ال OFDM كنظام الادفانتيج مالت هذا النظام ايضا السيئات الروباك مالت راح ايضا ايضا نتناولها بالباحث والنقاش ايضا نطرق لبعض تطبيقاته في عالم اليوم اين يستخدم هذا النظام وبالاخير اذا زاد عندنا وقت ما ادري نبقى على الوقت ممكن ان نشوف الHistory of OFDM كيف تطور وهي هم قضية قضية مفيدة للباحث ان يعلم كيف تطور هذا العلم حلم المهندسي الاتصالات منذ الازل حلم ان كيف يرسل اكبر كمية من المعلومات هذا هو الحلم اللي يراودهم وما التقدم اللي جاي يعيشه الان الا بانه نظم الاتصالات الحديثة تستطيع نقل كميات هائلة من المعلومات لم تكن سابقا تستطيع ان تقوم بها يعني اغلب التقنيات اللي جاي يشوفها الان هي استثمار لهذه الامكانية اللي نولدت بعالم الاتصالات ما النت النت باقي النيتوركينج ما هي الا تطبيق لهذا لهذا التقدم اللي جاي يشوفه ما هي العوائق لارسال سيد طرح سؤال اذا ما هي العوائق لارسال كمية هائلة من المعلومات على على كارير تعرفون بانه المعلومات ما نريد نرسلها يجب ان نرسلها باستخدام نسوي عملية موديليشن لكارير ونرسلها الان ما هي العوائق اللي تواجهنا في ارسال هاي الكمية الهائلة من المعلومات على الكارير اذا كنا نستخدم كارير واحد سينجل كارير راح نتواجه هو الريسبونس مالت الشنل احنا الشنل مالتنا الشنل يعني اقصد بيه الوسط اللي تنتشر بيه الاشارة الاشارة المرسلة الى ان تصل الى الرسيفر الى المستلم الاشارة عندما تنتقل من المرسل الى المستلم راح تمر بوسط هذا الوسط قد يكون مختلف ممكن ان يكون في صحراء ممكن ان يكون في داخل مدينة مكتظة ممكن ان يكون داخل داخل بناية جامعة وتعقيدات البناية كما الان احنا في جامعة هناك شنل خاصة تصف انتقال الاشارة داخل هذه البناية الان لكل شنل اكو ريسبونس اكو الها ريسبونس ردت فعل لوجود الاشارة داخلها تحاول ان تعارض او تتداخل مع هذه الاشارة المرسلة ماذا يحدث عندما ارسل كمية هائلة من المعلومات على سنجل كاريير راح اتواجه بان المقاومة الممانعة التي تبديها شنل راح تكون كبيرة كبيرة جدا على هذه الاشارة بحيث اعجز جهة الريسيفر من توصل اعجز في جهة الريسيفر استعادة المعلومات بسبب هذا التداخل اذا اكو عائق قدامي وهو هذا اللي بطل عملية تقدم الاتصالات انه يعني بالوقت حد السبعينات كان اكو عائق يواجهني يواجهني بانه انا من اريد ابدي ارسل الاتا بكمية كبيرة اتواجه بان التسع لا تتسع لهذا الكمية سوف تعارضها سوف تتراكب معها بطريقة لن يصبح بالامكان استعادة هذه المعلومات بالريسيفر وشن الفائد انا اجز المعلومات وما اقدر استلمها ووجدوا حل وهذا الحل اقترح بالخمسينات قال بانه انا ما ارسل المعلومات بكارير واحد انا ارسل المعلومات بمولتي كارير يعني كأنما اجز كل شوية كل كل كمية من المعلومات اذهب ارسلها لوحدها كأنما لو كانت عندي بضاعة استخدم مجموعة من السيارات كل كل سيارة تشيل جزء من البضاعة فراح انقل كمية كبيرة لكن بصورة شنو مجزئة كل واحد فراح تقل ولقوا بانه هاي العملية تقلل مقاومة بصورة كبيرة لان هي ما راح تباوع ذيك الكمية الكبيرة على كل كارير جاي تنتقل لا راح يكون الكمية صغيرة اللي جاي تشوفها فكل ما زادت عدد الساب كارير هسا راح نسميه ساب كارير باعتبار انه انا عندي مولتي كارير فعندي الكارير الاول والثاني والثاني كل ما زاد عدد الساب كارير اللي راح ارسل به يعني معناها معناها راح كل ما كانت كمية المعلومات اللي ارسلها بالكارير الواحد اصغر يعني انا اذا عندي بضاعة اريد ارسلها بخمس سيارات ونفس البضاعة ارسلها بعشر سيارات اكيد الحمل مال السيارات الحجرة راح يكون اصغر من الحمل مال السيارات الخمس بنفس المفهوم هذا فاذا عندي كل ما ازيد الساب كارير كل ما ازيد الشانل اللي ارسل به كل ما كانت المعلومات المحملة على الكارير ستكون اقل فهذه طريقة لطيفة لكن المعقد الوحيد اللي كان موجود بالخمسينات لهذه الطريقة انك انت ما هي مواصفات الكارير اللي تقدر ترسل به وبعدين تستلم به بصورة مئة بالمئة وبدون تداخل ممرة خاف انت ترسل النوبل كاريرات بيانات اذن الحاملات بيانات يداخل وسببا لك مشكلة وهذا صير عدي انت 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 بين شانل وشانل بين كارير وكارير وهنا فطبق النظام بصورة للعسكرية لكن ما قدروا ان يصعدون اكثر من ثمانية شانل طبق بالخمسينات وبقى حبيس انه ثمانية اربعة شانل ستة شانل بهالحدود الرينج القليل واللي هو ساعد لحد ما لكن كان مكلف غالي لانه دوائر 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 السكرونيزيشن مالتا مكلفة والحصول على يعني حصول على التعامل عدم الموثوقية بعدم التداخل كان ايضا مكلف بالنسبة بالدوائر بالبناء ما الدوائر الان حتى نقرب المفهوم لل OFDM ال OFDM اخذ نفس مفهوم المولتي كارير اللي هو كان قديم بانه الاشارة مالتي جزيتها الى هنا بهذا الشكل اللي جاي تشوفون حضراتكم جزيتها الى عشرة شانل كل شانل رح يحمل جزء من المعلومات لكن بالفريكونسي هذا الطلب من عندي استنزاف للفريكونسي صار عدي امتداد بالطيف الترددي كأنما انا حجزت الترددات المتاحة عدي للارسال فقط لهذه المعلومات اللي جاي ارسله انت تعرفون هو الطيف الترددي ايضا محجوز انت تروح تشتري تشتري التردد مشترة من الوزارة الاتصالات وهذا معروف انا اريد اقسم الطيف التردد اقسم على الهاتف اريد اقسم على التلفزيون اريد اقسم على الراديو اريد اقسم على الاستخدام الاستخدام اللاسلكي اللاسلكي بين الشركات هذا ان كلهم مواقع محددة اذا ما معقول انا اجي تطبيق واحدة خليه يحتل الطيف التردد كله انا دائما عندي هذا محدد يجب انه يكون كل ما اقدر اوفر بالطيف الترددي كل ما افضل ظهر عدي مفهوم الوف دي ام ايشنو اللي قالوا قالوا يا ابا ما يخالف احنا نستطيع انه داخل هذه هذه تشنالات بياناته بس اشترطوا شرط قالوا لكن على شرط ان تكون الكارييرز بيها خاصية التعامد او الارثيقنولتي بحيث انها لا تحدث تدخل من ارجاء اجي اكشف يجب انه لا يحدث هذا التدخل بدون وجود خاصية الارثيقنولتي رح افقد المعلومات واضح الفكرة الفكرة بانه انا اريد اوفر حيز من التردد فقلت شونه كان المقترح انه اضغط الاشنالات بعضها ببعض راح اذا اضغطتها راح تدخل اذا ادخلت فقدت المعلومات لا استطيع المرة ثانية ان اكشفها اجي المقترح قالوا ممكن ان احصل على هذا على شرط ان يكون الكارييرز بيها خاصية الارثيقنولتي متعامدة اي انه بحالة الكشف تكون دائما اخذ كاريير واحد والبقية كلها الصفر بنقطة بنقطة الكشف فكل مرة من اجي اكشف الاشنال الاولى راح اقدر احصل على المعلومات مع الاشنال الاولى والثانية والثاثة وهكذا وهذا راح يوفر لي بالوف دي ام يوفر لي خمسين بالمئة من الباندوث اذا حققت هذا المفهوم راح يوفر لي خمسين بالمئة من الباندوث وهو توفير كبير يعني الان اشلون يحصل هذا الارثيغنالتي قالوا يجب ان يكون شوف الرسم الاسفل اللي يظهر بالاسفل يقول يجب ان تكون الكاريير مثل هاي الشكل الشكل الظاهر هنا جاي تشوف في منتصف كل قمة اللي هي نقطة ارسال المعلومات تشوف كل الكاريير البقية تساوي صفر كلها تتقاطع وي المحور تشوف هنا ما عندي مؤشر تشوف هاي النقطة هاي واضحة كل الكاريير اللي تحمل معلومات في هذه النقطة كلها صفر باستثناء الشنال اللي اريتها الشنال الاولى ايضا نفس الشي للشنال الثانية جاي اشوف في نقطة نقطة البحث عن الشنال الثانية راح القي المعلومات عن الشنال الثانية اللي هي بالمركز راح اشوف كل الكاريير اللي تحمل معلومات راح تكون صفر في هذه النقطة هاي هي النقصد بها بالأورثيغنالتي هنا تتحقق إن كل الكاريير اللي أستخدمها تكون صفر في لحظة الكشف في اللحظة اللي أريد أكشف بيها عن الكاريير اللي يحمل المعلومات في نطاق التشنل اللي جاي أشتغل بيه كل الكاريير لباقي التشنل يجب أن تكون صفر فتستبعد فما يصر عملية التداخل طبعا هذا الأرثيق نولتي بالترانسميتر يعني بالمرسلة تحقيقه بسيط الكلام هل إن الأرثيق نولتي راح تبقى تتحقق بالرسيفر من أستلم المعلومات راح يبقى هذا الشرط موجود لو ما يبقى موجود هو هنا البحث هنانا الصعوبة أنت أقدر أسجيب الأوسليترات وأخلي هاي الأوسليترات تشتغل بطريقة بحيث يكون كل ما أتجي للقمة واحد ألقى البقية صفر لكن هذا بالترانسميتر من أروح للرسيفر ألقى هذا الحجي ولذلك بقى تعثر نوع من التعثر بالعملية استمر هذا التعثر طبعا هذا الصيغة الرياضية اللي تكشف اللي قلنا بأنه صميشين باعتباران عندي ملتي تشنل فكل تشنل صميشين لكل تشنل مضروب يعني هاي هي المعلومات الأي صبكيو مضروبة بالحامل اللي هو هذا الحامل من أجي أسو عملية الكشف راح أشوف ماكو ناتج إلا أن يكون الكارير بالكيو هذا يقصد بالمستلم يساوي الكارير فماكو ماكو تداخل بين شنل وشنل لو كان واضح أن ما يكون الكي لا يساوي كيو يكون هناك تداخل يعني يكون معلومات من الكارير كيو داخلت وهي الكارير كيو هذا الصيغة الرياضية اللي قلناه قبل شوي وعليكم السلام الآن الوف دي ام موديليشن الوف دي ام موديليشن شو راح يكون عملية الموديليتر لهذه الإشارة أنا عندي هذه المعلومات مثل ما جاي تشوفونها راح أبدي أخذ كل سنبل من المعلومات أحولها من سيريال لأن هي جاية معلومات صورة مثلا فاعتيادة من أستلمها راح تكون سيريال بشكلها التوالي راح أول جزء أقوم به بأن أحولها من السيريال إلى برلل حتى أبدي أشحنها بكل شنل على حدة البضاعة عندي كلها موجودة في غرفة وحدة أول شيء أسوي قبل أن أحطها بالعربات بالسيارات أقسمها إلى مجامع كل مجموعة تروح المن تروح الوحدة من العربات تنقلها نفس العملية تصلح أن نقولها هنا هاي كمية المعلومات راح أجزئها من سيريال إلى برل كل مجموعة من هاي بعد ما تحولت إلى برل كل مجموعة راح أحملها على كارير مستقل وأرسله فتشوف حولت السيريال سيريال ذاتي إلى برلل تحولت طبعا من تحولت إلى برلل إذا كان حتى هتشم نقول كانت أنا عندي معلومات تستغرق خمسة ثانية وهي عدد السامبل اللي بيها مية كلها الخمس ثواني هاي المية فكانت حصة السامبل الوحدة من المية فأنه قسم الخمس ثواني على المية تطلع هاي النصر خمسة على مية خمسة بالمية من الثانية حصة كل سامبل الآن من حولتها إلى برللل لو أفرض أنا حولتها إلى مية مرة ثانية حولتها مية متوازية على هذا الفرض هنا أنا بعد الخمس ثواني كلها راح ياخذها سامبل واحد ما أحتاج أقسم بعد لأن كل واحد من هاي السامبلات كل واحد من ذن المية راح يروح بكارير فياخذ المدة الزمنية بالكامل إلي فهنا قل الفريكونسي اللي أستخدمها قل السامبل غيرت اللي أرسل بي بعد ما حولت الداة من سيريال إلى برلل أحملها على كاريرز ويشترط بأن هذه الكاريرز أن تكون أورثيقنال مثل ما شرحنا الأورثيقنال بمعناها اللي شرحناه أنه تكون متعامدة بطريقة بالكشف راح ما يصير تداخل بأن تكون كل الكاريرز عبارة عن صفر في نقطة الكشف عن أحد الكاريرات مزيد بعدين أسوي صاميشن لأن أنا أريد أرسلها بعدين أريد أرسلها فتصير أكيد راح تصير عملية صاميشن وبعدين أدسها لحد هذه النقطة أنا خلصت من عملية أو أف دي أم يعني كموديليشن سويت عملية الموديليشن لكن قبل شوية حتشينا على نقطة قلنا الأورثيقنالة اللي أحققها بالترانسميتر يجب أن أضمن وجودها بالرسيفر هي ما راح تمر لي بشنل الشنل ما أدري شنو راح تنصطدم بأشياء وتداخل وياها أشارات وتأتي إلها أشياء أخرى خلال الشنل وحسب تعقيد الشنل اللي أشتغل بيها وهل إن السلام عليكم وهل إن الشنل محملة بالنويز أو ما محملة بالنويز في بعض الأحيان أو الصورة الاعتيادية بأن هذه الأورثيقنالتي لن أستطيع الحصول عليها بالرسيفر الصورة الاعتيادية إنه بالرسيفر ما راح أحصل على الأورثيقنالتي فالباحثين شنو وجدوا قالوا إذا أضيفا فتقاب معينة فتفترة من الزمن فترة تأخيرية قاب أقول فترة زمنية تأخير بعد الإشارة الإشارة متستغرق خمس ثوانيق مثل ما قلنا أخلي لي قاب واحد ثانية وياها فيصير الزمن الكل ستة هاي الواحد ممكن أخليها فارغة ممكن أحصل عليها فارغة ممكن تكون القارد ممكن تكون فارغة وممكن تكون مليانة بعدين ممكن نمليها بشيء آخر يساعدني هسا إذا كانت فارغة هي تأدي الغرض بأنه من أوديها راح أقدر أوصل للرسيفر وأقدر أستلم أستلم وأحصل الأورثيقنالتي لكن أيضا مرة ثانية قالوا هسا هاي القارد حلت مشكلة جزء من المشكلة بس بقى الشغلة بقى إن الكولايزر اللي أحتاجه الدائرة اللي تحاول تحذف تأثير الشنال راح يكون معقد بوجود هاي القارد الفارغة وجدوا طريقة أبسط تبسط القضية قالوا إنه نسوي بمعنى إنه أخذ الجزء الأخير من الإشارة أسوي لك صورة من عنده وأودي بالقارد فأنا هم أمخلي قارد بس ما أمخليها فارغة راسي للجزء الأخير من الإشارة الأصلية الإشارة اللي أنا دازها جاي تشوف الجزء الأخير هذا الجزء الأخير من الإشارة نقلتها حطيتها في مقدمة الإشارة وأرسلتها سوى رياضيا هاي حولتلي الكروس بروديكت بالشنل إلى دوت بروديكت بحيث أقدر أتخلص من تأثير الشنل بصورة كاملة بوجود سمبل إكولايزر بتبسيط دائرة الإكولايزر الإكولايزر اللي يعرفون يعني ركواننا بالاتصالات الإكولايزر هو الديفايس اللي نستخدمه يعني الإشارة تدخل يقوم بحذف أو تقليل لأقل مقدار ممكن تأثير الشنل على الإشارة يعني يحاول أن يعيد الإشارة مثل ما كانت بالترانسميتر بالمرسلة فيحاول أن يتخلص من الإضافات من التشويه اللي تواجد اللي انظافت على الإشارة بعد إرسالها بعد مرورها بالشنل هذا هو الإكولايزر فهي الإكولايزر بالعادة دوائر معقدة بالوف دي ام قدرنا أن نحصل على دوائر سنبل إكولايزر نسميه نحن سنجل تاب اللي منطلع على الإكولايزر من أبسط أنواع الإكولايزر هو السنجل السنجل تاب أو الوان تاب إكولايزر بسيط كلش بسيط المهم قدرنا حصلنا على هاي الموديليتر نعم يعني هو إن شاء جزء ذكير حقا بالجزاء نعم سنجل ما رح يسلم إحنا يعني أنت هس اسمح لي اسمح لي حتى يعني معذرة أنا رح أقدر أجاوبك بس رح يصير عمليات قفز بالشرة عادة الأسئلة تكون نهاية المحاضرة مع ذلك هسا أقدر أجاوبك بصورة أنا هذا الجزء الأول اللي ضفته بالعادة أنا من أجي أستلم أستلم الإشارة رح أنتظر فترة من الزمن بحيث أحذف هاي القارد اللي حطيتها بالرسيفر أول عملية أقوم بيها القارد اللي ضفتها رح أحذفها لكن هاي الإضافة من رح تتفاعل يعني يقول لي شون الفائدة إذن أقول الفائدة أنا خليتها حتى من تتفاعل الإشارة مع التشنل يكون أكو فالتأثير معين أقدر أستفيد من هذا التأثير بالرسيفر ورح نشوف بالبلوك النهائي للديفايس رح نشوف هذا القضية لكن سنستمر بالعرض يعني حتى الآن بقة العملية الحد الآن جاي أشرح جاي أشرح كأنما أكو أوسليتر مستقل جاي تصير سوى عملية الموديليشن لهي تشنل كأنما كل وحدة أجيب تعرفون الموديليشن نسوي على ساين وكوساين سيقنال فكأنما كل وحدة جاي أجيب ساين سيقنال وأجي أحمل الإشارة عليها وأرسله وهذا الجزء كان معمول به بالخمسينات في نهاية الخمسينات أول جهاز OFDM ظهر للوجود وهو كان بتطبيق عسكري وأعتقد كان عدد التشنلات مالتا بين ستة إلى ثمانية تشنل وأكون مجموعة تشنل قسم منعتها ستة وقسم ثمانية تشنل وقسم اثنائش تشنل كانت كل كل كاريير عبارة عن أوسيليتر مستقل ودائرة معقدة ودوائر السكرونيزيشن حتى أحصل على على هذا التعامد بين أوسيليتر وآخر تكون كل معقدة يعني حتى أنه تبدل تشتغل كأنما بصورة متزامنة استمر هذا الكلام إلى السبعينات بالسبعينات أحد الأشخاص أحد العلماء وجد قال الصيغة الرياضية لهذه الحج التي تحيونها هو نفس الــ Finance هذه الموديليتر التي تحيون عننا والأورثيغ التي تحيون عننا هذه الصيغة جاي نشوفها هذه الصيغة بالضبط هذه الصيغة قارنها بالصيغة الرياضية للـ Albert Transform موجودة بالرياضيات لقاها أكتها بالضبط هي نفس الصيغة فقال بعد أنا ليش أجيب الْموديليتر مستقل ومدرجة أجيبا فقط دائرة شيب واحد عبارة عن Fast Fourier Transform وأدخل الإشارة إليه راح هذه Fast Fourier Transform من أخذ هذه الإشارة راح كأنما أنا حملتها على المولتي كارير ووجدوها فعلا يعني تحققت والآن كل الدوائر اللي جاي نشتغل بيها بالOFDM ترى تستخدم Fast Fourier Transform كموديليتر وال Fast Fourier Transform كديموديليتر فصارت عملية فتح في عالم OFDM لأنه بهذه التقنية بعد ما صار عدي هم لإجراء سكرونيزيشن بين أوسيليترات مختلفة ما عندي دوائر مزامنة بين هذه الأوسيليترات الآن ما عندي أوسيليترات أنا أنا عندي دائرة شيب واحد عبارة عن Inverse Fast Fourier Transform يقوم بالعملية ويحقق الأورثيغنالتي فانشال من عندهم وصار بالإمكان أن أصعد بالسباند وقمنا نشوف يعني حاليا يعني عدنا بعض التطبيقات بيها 8000 سبطاند 8000 وشوية يعني إحنا من جاي نقول كأنما الإشارة ما لتجاي أجزئها لـ 8000 أو 4000 أو 2000 أو يعني هاي اللي نشتغل بيها الوائر لس اللي نشتغل بيها بالبيت عادة 64 هاي الواي فاي اللي نشتغل بيها عادة هي 64 أو 60 فعملية قفزة صارت عدي بهذا بهذا وهو فعلاً اتحركت يعني حركت رجعت الـ OFDM لساحة البحث بعد ما غاب يعني كانوا وصلوا إلى مرحلة قالوا أنه نعوفة لأنه عملية صعبة لكنه رجعته من صارت اختراح الـ رجع إلى ساعة البحث وإن بقى بمشاكل إلى أن تم اختراح الـ في أواسط الأثمانينات يلا صارت الانطلاق الحقيقية للـ OFDM يعني هم وراء السبعينات بقت بحوث وصارت عمليات لكن إلى أن جينا لهذه الحشيتين الصغيرة أنه قلنا نضيف على مودة نحقق الأورثيقنالتي وبعد ينقلنا نحط سايكل بريفكس ناخذ نسخة من الأخير ونحطها بالبداية على مودة نحقق نبسط الإكولايزر هذا الحشي صار بنص المثمانينات فبعد هذا الحشي صارت الانطلاقة صار الانفتاح في عالم الـ OFDM ولذلك ظهرت أول التطبيقات في بداية التسعينات للـ OFDM تطبيقات عملية بالصورة الحديثة من بداية التسعينات يلا ظهر الـ OFDM كديفيس حقيقي بعد غيبته بالخمسينات قلنا بالخمسينات كان أكو تطبيق لكن محدود وواجه مشاكل بعدين رجع بالتسعينات لا وانفتح والآن نتمنى الكل يتمنى قصد المهندسين والباحثين في مجال الاتصالات الحديثة نتمنى أن نذلل ما بقى من عوانق لاستخدام الـ OFDM نتمنى أن نتمنى من نظام كنظام نظام ونظام أكسيس method كأكسيس method نجيها بالـ drawback نتمنى نتمنى نقوم نتمنى 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 ومثل ما شفتوا المحاضرة هذه هي وحدة من سلسلة محاضرات يعني مثلا نظم الاتصالات الحديثة ما نقدر نختصرها بمحاضرة واحدة فراح تكون سلسلة من المحاضرات اليوم أخذنا تكنيك واحد وهو الـ OFDM كسيستم والتركيز به ليس على كأكسس ميثود وإنما كموديليشن تكنيك يعني قد تكون بعد ما يجيني الدور مرة ثانية أن ألقي محاضرة ممكن أن أخذ كاستخدام الـ OFDM كأكسس ميثود من أن يصير أكسس ميثود لا ورح تظهر نوع آخر من العوائق ما رح نناقش هاليوم وهي العوائق التحديات الحالية في مجال البحث يعني أساتذتنا اللي اختصاصهم هذا يريدون يشتغلون المجال الحيوي لمجال البحث والتطوير هو هنا في استخدام الـ OFDM كأكسس ميثود إنه شلون أسوي أجي أسوي يعني ها سيطول شرحة نأجل نستمر الآن قبل شوية قلنا هاي trade-off size fast-for-year transform إحنا قلنا قبل شوية قلنا من إنه أنتقل من السيريال إلى البرارل راح أحسن أحسن أقدر أدز كمية أكبر من المعلومات فليجي السؤال هل إنه باستطاعتي أن أنتقل لما لا نهاية من البرارل يعني إنه أقدر أسويها طرق متوازية ما لا نهاية مفتوحة يعني كل ما زادت كل ما اتحسن الوضع وزادت الكمية لأرسله مبدئيا إيه يعني إنه مبدئيا مبدئيا نعم أنا إذا أرسل إلى ما لا نهاية يعني كأنما كمية المعلومات في كل كاريون راح تصير شبه بالصفر نظريا هذا الحكيم لكن يجيني عمليا عمليا أكو مشكلة هل إنه هذا التقسيم راح يمكن بناء عملي أكو دائرة ممكن تحققه ممكن أتجاوز فهناك أكو trade-off يعني أكو مقايضة بين تكبير السائز زيادة عدد السب كاريار زيادة عدد البرالل برانش ش تريدون نسمونها برالل شنال زيادة عدد القنوات المتوازية مع الصعوبات اللي راح تصير راح أشوف بأنه كل ما أزيد طبعا كل ما أزيد كل ما أستطيع تصير قابلية الشنال الاستيعاب كمية أكبر من المعلومات هاي معروفة كل ما أزيد لكن كل ما أزيد تظهر عدي مشكلة راح يصير حساس النظام يكون حساس للتداخل بين شنال وشنال لأن شنالات يصير متقاربة جدا بحيث عملية الفصل بين شنال وشنال يصير صعبة كل ما تصغر الشنالات كل ما تتقارب فمعناها كل ما يكون صعوبة بينما أنا عدد القليل من الشنال اعتيادي أنا كنت أعاني من مشكلة الانترفيرنس بين سامبل وسامبل أنه تتداخل المعلومات ما أقدر أحصل عليها فأنا يفضل أن أرسل بشنالات كبيرة لكن يجب أن أراعي بأن التقنية تسمح لي بأن أفصل هاي الشنالات الكثيرة هاي العدد بحيث أقدر أحصل على إشارات ما بها تداخل أنترفيرنس بين شنال وشنال يعني أنه شنال ويا شنال تداخل كارير ويا كارير يداخل لأن إذا صارت حيزة صغير رح يداخل يصير عندي أنترفيرنس بيانات فإذن هذا نجي الآن إلى شنال حسنا تحدثنا كثيرا تحدثنا على وقلنا التشنال تأثر شون يعني التشنال تأثر طبعا أنا عندي هاي جاي تشوفون عندي هاي الترانسميتر وعندي هاي الريسيفر على فرض وإن كانت بالحقيقة بعد وصول النقال كان كل نقال هو ترانسميتر وريسيفر فممكن أنه نشوف بالعكس نشوف أنه هذا الشخص اللي بالسيارة بجيبه تليفون هو ترانسميتر هو مرسل وهاي السبستيشن اللي هي موجودة هذا الهوائي ما لل يعني هذا البرج ما للاتصالات هو الريسيفر تكون العملية متعاكس لكن الناس اللي تبسيط الشرح راح نفترض بأنه وهذا الترانسميتر وهنا الريسيفر جاي نشوف بأن الإشارة بعد ما تنطلق من الترانسميتر راح تسلك طرق متعددة هي راح تمشتشر بـ 360 درجة فهاي الـ 360 درجة كم السلام رحمة الله فقسم أكو إشارة راح تنتقل line off-site يعني شون line off-site يعني مباشرة من الترانسميتر توصل للريسيفر تختار أقرب الطرق خط مستقيم ماكو أي عائق يحوقها ممكن توصل هيش إشارة فادفيرجن لكن أكو صورة أخرى من الإشارة نفس الإشارة صورة أخرى من الإشارة قد تروح تداخل فيه غابة وتنعكس من الغابة وتوصل للمستلم فتوصل أيضا صورة أخرى ومشوهة وبدليه ثاني يختلف لأن المسافة صارت القطعتها أكبر فصار بها التنويشن يختلف والدليه مالها أيضا يختلف ممكن أنه لا تصطدم بالبنايات المختلفة وهيها مو بناية وحدة حتى تقول أنت تجيني تجيني فقط وحدها هذا للتبسيط كأنما جاي وحدة مباشرة وحدة جاي من غابة وحدة جاي من أحد البنايات لا بالحقيقة هي قد نقول مئات من الصور المختلفة لنفس الإشارة توصلني فهذا كل ما يزيد عملية لأن أنت بالرسيفر أنا من أجل هواء يستلم يستلم كل ذني سوى ويجمحن سوى وتطلع للإشارة مجموعة سوى ذني يعني الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة حتى أقرب الصورة لكم خلنفترض إحنا جاي نحكي على صورة فوتوغرافية الشخص واضحة الآن هاي الصورة راح نطبع فوقها نفس هاي الصورة فدميت صورة نفس الصورة أختها لكن كل شوية مزحفينها بمقدار ومرة مزحفينها لليمين مرة مزحفينها لليسار مرة مزحفينها لأعلى مرة للأسفل مرة بزاوية 45 ميت صورة بنفس المكان جاي تنطبع وحدة فوق الثانية وبياناتهم شفت والشفت عشوائي تتصور هاي الميت صورة منين طبعا كلهم سوى راح تقدر تميز ملامح الشخص الأصلية محفين ما تقدر ما تقدر نفس الحاجة جاي يصير بالإشارة جاي يستلم الريسيفر المستلمة جاي تستلم مية خنقول مية تقريب يعني ممية ممكن تكون أكثر ممكن تكون أقل جاي تستلم صور مشوهة كثيرة لنفس الإشارة وتنجمع سوية يبقى التحدي إنه شلون هذا الريسيفر يقوم بعملية استخلاص الإشارة الأصلية ويحافظ بعد مبسيج ويحافظ على في هذه الإشارة بحيث يستطيع الكشف عنها وهي عملية معقدة وهنا بها مكانات بحث كثيرة وهذا وصف وصف للإشارة بأنه قلنا توصف التشانل بعدد العدد الصور اللي راح ترسله فهنا هنا هاي اللاين أوف سايت يعني كأنما الإشارة راح تنضرب بهذا المقدار وتوصل بدون شفت الثانية كأنما توصل إشارة ثانية تنضرب بهذا المقدار مع شفت مقدارة تي نوت زمن هذا يعني خنقول واحد ثانية تظهر الصورة الأولى تنظره بفاكثر تظهر هاي اللاين أوف سايت توصل بنفس اللحظة وحدة وراء ثانية توصل فيرشن أخرى مضروبة مثلا بأتنوشن مختلف وتصل بعد ثانية وأكو وحدة تصل بعد ثانيتين وأكو وحدة تصل بعد ثلاث ثواني وهي تشانل كلش بسيطة اللي رسمناها عبارة عن أربع مركبات يعني أربع صور مختلفة قلنا بالعالم الحقيقي لا مو أكو أربع صور مختلفة الآن إحنا هسألو بهاي الغرفة البسيطة وأكو واحد بالزاوية عنده ترانسميتر وأنا عندي ريسيفر وجاي يدزلي فش أتوقع أتوقع إشارة توصلني مباشرة من عنده وأكو إشارة تصطدم بهاي النقطة من الجدار وتوصلني وأكو إشارة تصطدم بالنقطة اللي قبلها من الجدار وتوصلني وأكو إشارة تصطدم وجاي نحكي بس على هذا الجدار وأكو إشارة تصطدم بكل واحد من هاي الكراسي وتوصلني وأكو إشارة تصطدم بكل سانتين بهاي السقف مئات آلاف من الفيرشينات المختلفة للإشارات اللي توصل بنفس اللحظة هل يستطيع يتعامل؟ هذا المهمة قلنا ذللوا هاي القضية بقضيتين الأولى حافظوا بها على الأورثيجنولتي بأنظافه قارد الثانية بسطوا عملية حذف تأثير هذا التأثير اللي خلفت الملتباث حذف تأثيره بأنظافه السايكلك برفكس تفصيلا ما ريد ندخل بها لأن صفة المختصين وإحنا المحاضرة عامة لأنه الطيف الحضور من اختصاصات متعددة يجب أن تكون عامة ما تذهب زايد بالتخصص قلنا هاي جاي تشوف هاي القارد اللي إضاف قارد قارد فارغة إضافه لكن هاي القارد الفارغة سمحت سمحت إنه شوف الذيول خليس سميها هيش الذيول للإشارات المختلفة أن توصل للرسيفر بحيث صارت أن حققنا الأورثيغنالتي لأن كل الفيرشينات كل السيغنال اللي إجتني من مختلف الملتباث من مختلف الاتجاهات كلها وصلت للرسيفر كلها صارت موجودة من صارت كلها موجودة صارت حققت الأورثيغنالتي إذن بترت قسم منعتها قبل شانل قبل لا نضيفي القارد قسم منعتها باعتما يوصل وهو يقرر الرسيفر يا بانا وصلت الإشارة يا بقى مبكي فقسم منه ما وصل فالأورثيغنالتي تنفقد منظفنا هاي القارد هاي المسافة الحيز من الزمني اللي ما اندز به إشارة مكننا view للإشارات المختلفة الصور المختلفة أن توصل إذا وصلت كلها معناها إحنا حققنا الأورثيغنالتي بسبقه تحدي قدامنا الإيكولايزر اللي يجب أن نستخدمه رح يكون معقد لأنه ما سويت معالجة حقيقية ما سويت في التكنيك ما كيفت الإشارة بحيث تقلل من هذا التأثير هذا التداخل السايكلكي بريفكس لا إنه قال أنا مقدما أخذ الجزء الأخير من الإشارة وين أدزه ما أخلي قارد فارغة لا أخلي أودي بيها معلومات الجزء الأخير من الإشارة نهاية المعلومات أدزها بالبداية فأسوي الإشارة كأنما سايكل يعني كأنما دائرة الذيل مالها يجي للبداية مالتها هذا الشيء قلنا هذا اللي يسوه يبسط لي من الإيكولايزر من تعقيد الإيكولايزر طبعا يبقى شرط حتى نقول يعني حتى نمضي بهذا الشرط هناك شرط حتى يتحقق هذا التبسيط أو حتى نحصل على هاي الأورثيغنالتي يجب أن تكون القارد اللي أخذناها يجب أن تكون أكبر من أكبر دليا متوقع يعني هم ورح توصلني فيرشينات متعددة من الإشارة وحدة توصلني وراء ثانية وحدة توصلني وراء ثانيتين آخر وحدة توصلني وراء شقيت وراء خمس ثواني يجب أن أكل القارد أكبر من هاي الخمس ثواني أكبر دليا أكبر تأخير هذا شرط ضروري إذا فقدت هذه الشرط فقدت الأورثيغنالتي واضحة هاي النقطة فهذا شرط حتى أحصل على نفس الحجي اللي قلناه هنا في التصوير جاي ناخذ الجزء الأخير من من السامبل دعدي أن أوديه وعدنا نفس الحجي اللي حلشيناه هسه الآن بعد ما قسمت الإشارة إلى سب كاريير شلون راح يصير تفاعلها ويت شانل جاي تشوف هذا هو هذا هو الريسبونس ما للشانل من راح تنظروا بويها هاي الكارييرز راح تشوف كل كارييرز ممكن أن ينزل الجيم مالتي زين لكن مقداء كأنما ينظروا بسكيلر كأنما ينظروا يعني بأتنواشن معين ينظروا ببوينت وان بوينت تو بوينت ثري هذا ما يسبب لمشكلة ممكن أنا سوي في الدائرة أشبه بالأمبليفيكيشن أعوض هذا كانت مشكلتي وين كانت مشكلتي نفس الكاريير تتغير الأمبليتيود مالت الشانل الآن ما راح تظهر عدي هس أنا لو هاي الإشارة تصور بأن ذني كلهم وديتهم بإشارة وحدة من البداية للنهاية كانت كلها إشارة وحدة ما راح يكون؟ راح يكون الأمبليتيود مالت الشانل نفسها هي تشانل نفس المعلومات راح تعاني من التنواشن مختلف على طول الزمن وهذا راح يسبب لي صعوبة في استلام الإشارة فأنا منها سويت مالتي كاريير اتخلصت من هاي القضية ولذلك راح يكون الإيكولايزر بهتش نوع باستخدام لـ OFDM راح أحصل على إيكولايزر بسيط نسبيا أقدر أحذف تأثير الإشارة ما أدري أنا الوقت ما حد يراق به زين خاف أخذت وقت زايد نكمل ما دام الآن الآن يأتي من ضمن التقنيات اللي موجودة بـ OFDM أنا أحتاج بالرسيفر قلنا نحتاج أن نحذف تأثير منه تأثير تشانل زين شلون أحذف تأثير تشانل يعني شلون أخلي الرسيفر يخمن شنو تأثير تشانل حتى يحذف يعني لازم هي أسأ أنت أقل لك أقل لك أنت يحذف لي احذف لي فلان قضية غير أطيك معالم عنها حتى تعرفها مثلا أطيك صورة وأقل لك يا بابيها اللون الأحمر زايد فأنت رأسا بالكمبيوتر تسوي عملية تقليص للون الأحمر تحصل على المعلومات إذا أطيك الصورة بمشوه وما أقل لك معلومة عنها أو مرات يعني هسا اللون الأحمر تقول أشوفه بالعين لا مرات أكثر من اللون أقل لك ترى هاي الصورة بيها لونين بيها الأحمر والأخضر بهالقد نسبة زايد فأنت بالكمبيوتر تقدر تصحح النتيجة تقلل هذا اللونين ترجع لك المعلومات دقيقة هنا أطيتك معلومة إضافية ساعدتك في الحصول على المعلومة الآن أنا عندي ريسيفر موجود في أقصى الأرض وعندي ترانسميتر موجودة بمكانية مختلفة وبيناتهم ما يعرفونها شلون أخلي ريسيفر يخمن شنال اللي سوت بالإشارة هو ما يعرف الإشارة الأصلية شلون يخمن شنو صار بالإشارة واضحة هسا الفكرة فهنانا نستخدم نسمي بايلت أننا نودي نودي إشارات معروفة للرسيفر يابقى أقول لك أنا باللحظة الفلانية راح أودي لك خمسة فولت للرسيفر فهو يتضر اللحظة الفلانية يجي يأخذ الفولت يقيسه باوح لقاها ثلاثة قال إذن هاي ناقص منها ثمين فولت فإنه المفروض أنا شا سوي أضرب أضرب بمقدار بحيث أرجحها خمسة فقدر أن يخمن شلون يتخلص من تأثير الشنو لو ما قدر قدر ببساطة هو هذا اللي يسوي عملية إضافة إشارات نسميها بايلت بايلت سامبل للإشارة إنه أضيفا مجموعة من الإشارات معلومة للرسيفر متفق علي بين الرسيفر و ترانسميتر إحنا متفقين أنا راح أدزلك إشارة لكن باللحظة الفلانية واللحظة الفلانية واللحظات أنا محدد لك إياهن بهذا اللحظات راح تكون هناك بايلت هاي البايلت معروفة بالنسبة إليك كمقدار و كشكل يا بترى هاي هاي مواصفات هاي فهو راح يستلم راح يخمن من خلال هاي راح يخمن راح يخمن سلوك الجانل طبعا هذا واحد يقل لي يقل لي غير بين بايلت وبايلت ممكن تتغير ممكن تتغير كانت سيارة واقفة و وقرة تتسيارة بهاي اللحظة صح الجانل شون إحنا الجانل عبارة عن الإشارة اللي واصلة بمولتي باث أكو شخص كان واقف هنا تصطدم بالإشارة و يجيني بهاي اللحظة وخر أو قعد بعد هاي الإشارة ما راح تجيني الجانل الكل يختلفت معناها واضح هاي الفكرة فممكن فبقى صار أكو تحدي قدام الباحثين هاي الإشارات المرجعية نسميها وين أحطها بالإشارة حتى تطيني أفضل أداء مثلا أحطها بصورة طولية أحطها ببداية كل سامبل أحطها كل خمس سامبلات كل خمس عينات أود وحدة أودها بشكل فكان بخوث كثيرة كثيرة وطويلة بهذا الجانب وهو أيضا ما يزال يعني ما واصلين للأوبتيموم باترن يعني ما واصلين نقول هذا الحالة المثلى لإرسال البايلت نعم هسا كل ما جاي نطور وممكن نحطها مثلا شوف هنا بالسامبل الأولى وداها باللحظة الثانية وباللحظة الخامسة باللي وراها وداها بالأولى والرابعة باللي وراها ما ودي قال ما أحتاج باللي وراها ود لا بس بالرابعة وهذا الشكل أنت من تريد تود بايلة وين تود زي أنا واحد يقل لي زي أنا كثرهم لي مو أنا إذا كثرتهم إذا كثرت الإشارات المتفق عليه أنا وياك معناها أخذت من مكان الداتا صح؟ فأنا قدامي تحدي أكثر مكان البايلة معناها أقلص من مكان الداتا مكان المعلومات اللي أريد أرسلها فأنا هم قدامي تحدي ما أقدر أتمنى هاي الإشارات المرجعية أن تكون بالأقل بالحد الممكن أقل شي لو وحدة كفينك آه أستخدم وحدة لكن هي بالحقيقة ما أستخدم أنا قدامي تحدي فيبقى البحث يبقى البحث إنه شلون أنت توازن شلون تحصل على استيمياشن مقبول للشانل يعني يعني تخمين مقبول للشانل باستخدام أقل عدد من الإشارات المرجعية واضحة وهذا جزء جزء آخر الآن بعد هاي المقدمات كلها نستطيع الآن استعراض السيستم أو أف دي أم سيستم بالكامل ما هو أو أف دي أم سيستم جاي تجيني إشارة طبعا الإشارة بالاتصالات إحنا عادة للإشارات ما نوديها خالية نسويها عملية إنكودر يعني على مد عادة الاستعادة أضمن بأنها توصلني صحيحة على مد سوي لها إذا وصلت بها خطأ أو شيء هاي مو خاصة بالاتصالات كنظام اتصالات ممكن بالشبكات بالحاسبات أجزاء مقدمة للإرسال إلى أن وصلت بعدين أنتر ليفر يعني هم أبدله ما أخلي كل سامبل بمكان واحد هم هاي عملية أخرى أهمه قلت لك مو خاصة بنظام أو أف دي أم موجودة بأي نظام اتصالات نسويها نلجأ لها الآن نظام الاتصالات هذا الجزء الأسود اللي جاي بين أو أف دي أم جاي إنه أول مرة أجي السامبل مالتي أسوي إلى مابينج أحاوله إلى إلى موديليشن معين مثل كوادريتشار كيو أس كي بي أس كي أي أن كان واحدة من هاي الطرق بعدين أحاوله من من سيريال إلى بررل مثل ما شرحنا بعدين أدخل إلى موديليتر جاي تشوفون دغلت إلى الانفيرس فوريال ترانسفور وهو تحول إلى تحول إلى بررل هسا هالمرة أنا حولت من سيريال صويت بررل دخل من متوالد صار توازي دخل إلى الانفيرس فوريال ترانسفور صارت عملية الموديليشن الو اف دي ام موديليشن صارت تحققت هالمرة أرجع أحاوله لأن أنا أريد أرسله لازم أرسله كالسيغنال وحده أرجع مرة ثانية أحاوله زين قبل لا أحاوله وحطيت الغارد ضفت الغارد ورا ما ضفت الغارد هسا أحول تحول إلى سيريال بعد ما تحول شو سويت هسا وديته دخل للشانل انضافت له نويز هذا صار بالفضاء القارجي مو أنا ضفت له لا هو من أرسلته الحد ما يوصل راح يمر بشانل يتعرض يتعرض لانعكاسات متعددة تنضاف له نويز وضوضاء ضوضاء من مختلف المصادر منها الوايد نويز وغيرها لأنه يمر بوسط اكتف يعني ممكن يمر جانب معمل ممكن يمر بجانب محطة إرسال تلفزيوني محطة إرسال يعني الإشارة ممكن تمر بأي مكان فالنويز ما تكون واضحة المعالم نويز إضافية تظهر لي بالرسيفر راح أعكس كل العمليات جاي تشوف هو وصل لسيريال أحاوله من سيريال لها بارة للمرة ثانية القارد اللي ضفتها أحذفها ضفنا قارد سايكلك بريفكس حذفتها بعد ما حذفت القارد دخلت للموديليتر ديموديليتر حولت باستخدام فاس فوريار ترانسفورم بعدين هنا هاي عملية شانل استيمياشن أبدي أحاول أسوي شانل استيمياشن و اكولايزياشن للشانل مو بس شانل استيمياشن شانل استيمياشن يعني أخمن الشانل وبعدين أحذف تأثيرها باستخدام اكولايزر ماذا؟ أدخلها لشانل استيمياشن أحذف تأثير التشانل بعدين أغيرها من بررول اللي أنا عالجت بي إلى سيريال رجعت لي شوف الإشارة رسالتها رجعت لي وديت غيرت رجعت لي الإشارة دازيتها هنا رجعت هنا هذا هو نظام الـ OFDM بصورة عامة الآن شنو الأدفانتج مالته؟ يعني أول أدفانتج احنا قلنا قلنا بأنه أنا راح أوزع التشانل الوايد اللي بيها معلومات كبيرة وراح تقاومها التشانل أحاوديها بطريق سب كاريار صغيرة تكون مقاومة تأثير التشانل عليها قليل هو هذا الأدفانتج الرئيسي الموجود بالـ OFDM واللي يخلينا نروح له لو ما هاي الأدفانتج ما رحنا له لمن أروح له أنا أروح له أريد أتخلص من تأثير التشانل اللي جاي تقاوم إرسال البيانات بكميات كبيرة زين بعد شنو ببساطة ممكن أنا أبني ببساطة الـ OFDM بعد شنو ميسته ميسته إنه الموديلياتر ما لا أريد موديلياتر كلش بسيط اللي هو Fast Fourier Transform وهو تشيب بسيط الصناعة بسهولة ورخيصة ولذلك هذا يفسر بأنه الآن أدوات الاتصالات الأجهزة الاتصالات بدأت ترخص وصالت بمتناول يعني هسا صار كل واحد من عندنا بيتا شبكة واي فاي يستخدمها لو كان هذا الحج يقب بدون استخدام الـ OFDM هذا يكون بالمؤسسات الكبيرة جدا يعني الجامعة ما كانت عندنا بالسبعينات بالثمانية ما كان عندنا بالجامعة ما كان عندنا هي تشي نغام لأنه غالي أما الآن بسبب وجود Fast Fourier Transform , Fast Fourier Transform كموديلياتر موديليشن تكنيك صارت سهلة رخيصة عمليات البناء صارت رخيصة أيضا الباندوث أقدر أتحدد أتحدد بسهولة يعني أنا سويت بأنه السوب كارير أنا أقدر أنا أقسم أنا أقدر أختار فصرت قمت السيف اللي أقدر أحقق بالباندوث كيفي يعني صارت عندي مرونة بهذا الجانب ما كانت عندي إشارة واقفة بلوك هسا قسمتها إلى أجزاء معينة وصارت مرنة وأقدر أقسمها إلى مية إلى ميتين إلى ألف وهكذا يعني هنا يقل لك أنه عملية الاستعادة مالتها عملية مالتها أيضا صارت كلش بسيطة يعني أقدر أخمن بسهولة تغييراتها وهي الزمن وهي الفريقونسي بسبب أنه هذا التجزئة اللي أخذتها كل نظام بيدرو باكت الدرو باكت مالتها أول درو باكت يواجهني بأن هناك شرط حتمي يجب أن يتحقق وإلا أفقد كل الإشارة وهمه أنه أفقد جزء من الإشارة أنه قلنا ما أقدر أستعيد الإشارة إذا ما أحقق الأورثيقنالتي بالرسيفر واشترطنا لتحقيق الأورثيقنالتي بالرسيفر أن يكون أكبر دلي تعاني الإشارة يجب أن يكون أصغر من القارد اللي ضفتها زيان أنت هاي جاي جاي حتي القارد فالشي تصميمي أنا أصمم جهاز قلت أنا راح أضيف قارد مقدارة مثلا ثانية وحدة جاي أخمن بأن الباث اللي تسير بالإشارات ما راح يتأخر أكثر من ثانية لكن هذا التخمين ممكن لا يصدق مادام أنت تقول تخمين ممكن أن يصدق يصدق تسعين بالمئة وعشرة بالمئة ما يصدق ممكن أنه وحدة من هاي الإشارات واحدة ذيرجن واحد من هاي الإشارات تتأخر عن الحد اللي حطيته إذا تأخرت عن هذا الحد اللي خليته خسرت الإشارة بالكامل لو وحدة من هاي الصور ما وصلتني ضمن هاي الرينج القارد اللي ضفتها راح أخسر الإشارة فهاي دروباك هنا أنا عندي عندي تهديد صار إنه عندي إما شنو الأعمل إما أن أخلي زمن كلش زايد زمن كلش زايد معناها أن أخسر شي من الباندوث بالقارد مالتي القارد مالتي أنا جوز أحتاج خمسة ثانية أقول لا أنا حتى أضمن خفل الطوارئ خلي أخلي عشرة ثانية أصير بالسيفتي سايد ممكن بس هاي العشرة ثانية ضفتها أكو خمسة منها كان ممكن تستغلها بإرسال معلومات الآن خليتها أنت قارد فإنت كون المفروض تحدد كون عندك القدرة على التحديد بالضبط أنا جوز أحتاج رحي من الباندوث صح هو هذا التحدي الأول دروباك الأول أيضا التحدي الآخر جاي تشوف بأنه أنا أحتاج بلوك بروسسينج أنا من أجي أوديهن صورة توازي فيجب أن العمليات مثل ما سويتهن توازي يكون بالجانب بالرسيفر أيضا أجريها بنفس اللحظات تكون نسميها بلوك بروسسينج يعني أسويها كبلوك معناها ما أسوي أعالج كل كاريار ببحدة كل إشارة ببحدة أعالجها لازم أعالج كل اللي أرسلتهم الاربعة وستين أو الالفين أو الاربعة آلاف أو الثمانة آلاف إشقد أرسل الساب كاريار كل إن عالجنا بنفس بنفس الوقت فهذا شو تطيني تطيني أنه تطيني عائق بأن أنا أكو بعض الكاريارات توصلني باللحظة بالثانية رقم واحد وأكو كاريار يوصلني بعد ثلاث ثواني معناه أنا أبو ثانية واحد لازم أكل ضوض أظلمتاني إلى أن يوصل ضاكو بثلاث ثواني يالله أقدر أشتغل يالله أقدر أطلع المعلومات ما أقدر أكشف عن كل شنال ببحته فهذا هذا عيب عيب أنه يعني واحدة من عيوب هذا أنه أضطر للعمل ببلوك بروسسينج أنه أخذ المعلومات كبلوك وهذا العائق العائق أنه بعض الشنالات تكون سريعة والبعض الآخر تكون بطيئة فأنا أضطر لأن أنتظر البطي أن يوصل يالله أعالجي ما أقدر أغير أغير فأيضا هذا وهذا عيب يعني تكويني هو شكل الأف دي أم هي ما أقدر أتخلص منه هو شكل أنه أحولها من سيريال إلى بررل صارت بررل لازم أتعاملوا إياها بررل لازم أبقى هناك أنتظر تتكامل كلها يالله أشتغلوا إياها مزيد هذا يبقى عيب تكويني بالأف دي أم ما ممكن تغير يعني عيب أنا قابلة يعني مثل ما أقول الأدفانتيج مالتا مغطي على هذا هو بيه زين وشين آخذه يعني مثل تقول سيارة أنت سيارة هاي زينة لكن سعرها غالي أنت محتاج هذه الأداء تضحي بالفلوس ما تصار ما صار الغلة ميزة تبقى عيب دائما عيب لكنه أنا محتاج الأداء مالتا فمضطر أضحي أقبل بهذا العيب أقبل بدفع السعر الغالي وإلا صينيات شبيهين زين المهم الدروباك الآخر اللي ينظف لي الأو أف دي أم كانت أنا عندي إشارة وحدة فمن غير المتوقع بأن تداخل وي هي إشارة وحدة هسا ممكن تداخل وي إشارة من ترانسميتر أخرى ممكن هذا يصح للأو أف دي أم ويصح لغير الأو أف دي أم بس بالأو أف دي أم يصبح عدي شغلة أخرى الإشارة الوحدة راح أحملها على كريارات متعددة وأرسلها فرح يظهر عدي أنتر شنال أنتر فيرنس يعني شنالات بيناتها ممكن تداخل هسا شنالات ما جايتني من سيستم ثاني من سيستم نفسه مالتي نظام مالتي من يشتغل يقسم الشنال الوحدة إلى مولتي شنال فصارت لي عائق بأنه هاي المولتي شنال ممكن تداخل فهذا هم أيضا دروباك يعني ما زادت صار السوب كريار أقل الباندوث مالتي أقل كل ما زغرت ممكن أن تداخل بيناتها ما زل ما قلنا بداية المحاضرة كل ما زغرت السوب كريار ممكن أن تداخل فهذا أيضا عيب آخر أيضا أكو عيوب تقليدية موجودة بال بالوف دي أم اللي هي مثلا بيك تو أفريج باور ريشيو بيك تو أفريج باور ريشيو الميزة يعني أكو فرق كبير بين البيك والأفريج أكو نقاط محددة بالإشارة تكون بيك مثلا فد عشرة فولت يعني جاي أقرب القيم محقيقة ولا هي القيم الإشارة بدا إحنا بالاتصالات نتعامل دائما بالنانو والمايكرو ما عندنا حتى ملي الإشارات مالتنا نستلمها بالنانو مرات بالبيكو يعني عشرة واثنان بس لا احنا على التقريب للأذهان فأقولها مثلا إنه إجتني فد إشارة معينة عبيها قمة عشرة فولت لكن الأفريج فاليو على العموم هو واحد فولت شكت واسع فرق البيك مالتع عشرة لكن الأفريج أغلب الإشارة هي واقعة ضمن رينج واحد فولت هاي هي البيك تو أفريج شن المشكلتها هاي شن المشكلة اللي يتواجهها بدوائر المشكلة اللي نواجهها بالأمبليفاير ما للأوتبوت الفرونت بالأوتبوت بآخر ستيج أريد أكبر الإشارة فأنا من أريد أكبر الإشارة يجب أن يكون الأمبليفاير لينير يعني ما معقولة أجيب لي أمبليفاير يضرب لي يضرب لي جزء من الإشارة بخمسة وامبليفاير يضرب لي جزء من الإشارة بثلاثة رح هو يشوه الإشارة الإشارة حتى تبقى محافظة يجب أن يكون الامبليفكيشن اللي يتم عليها يجب أن يكون لينير زيان إذا أنت عندك عندك الرينج من 10 فولت الواحد فولت فمعناه يجب أن يكون نسميه الديناميك رينج للأمبليفايير يجب أن يكون كبير كل ما زاد الديناميك رينج للأمبليفايير كل ما زاد تعقيد صناعة الأمبليفايير وغلق سعره فليش هذا عيب؟ ليش نقول البيك تو أفريج بوار ريشيو عيب موجود بالـ OFDM جاي تشوف الإشارة راح أرجع لكم تشم سلايد للخلف بالعكس أنا مشيك هاي إشارة الـ OFDM جاي تشوف قمم وأغلب الإشارة وواقعة بالمنتظف فأنا من أجي أريد أجي بنأمبليفايير الامبليفايير الاعتيادي ببنائه يكون الديناميك رينج ما لتصغير إذا أردت أن أهتم به وأصنع معناها راح أدفع سعر غالي إلي يعني حتى يكون لينير فهذا هو العيب آخر وهو أيضا من العيوب التقليدية الموجودة يعني من ظهور الـ OFDM هو هذا العيب به ورح يبقى يحاولون تقليصة بسبل شتى وهذا أيضا مكان بحث هذا وما يزال مكان بحث ونتمنى أن نوصل إلى الأوبتيمام بس بعدنا بعيدين عن الأوبتيمام ماكو أوبتيمام يعني أكو حلول تحسن النقطة الأخيرة إنه الـ OFDM ممكن أن نستخدمه multiple access OFDM لكن هذا بيعوائق وقلنا هذا خارج نطاق محاضرتنا اليوم يعني هسا إحنا هذا بمحاضرة لاحقة إن شاء الله رح نتناوله بصورة تفصيلية استخدام الـ OFDM كمultiple access إن شاء الله بالمستقبل إذا ندني نقدر نعوفين ما أدري إذا عدتكم وقت ناخذ شوية من الـ history وإذا ما عدتكم ممكن طبعا هاي بعض الـ application الـ OFDM اللي موجودة حاليا جاي تشوف معدد أنواع الـ application اللي موجودة والـ history طب مثل ما قلت إنه أول يعني أول تطبيق كان في الخمسينات يعني للـ OFDM لكن الظهور الحقيقي إليه ك-system وبدأت تتداول ومدري شنو بدأ بالستينات منتصف الستينات وظهر ظهر إلنا التطبير إحنا حتشينا شوية ظهر إنه استخدام دي سيكريت فوريا ترانسفورن كموديليشن بالـ 71 وكان هذا تطور كبير ولكن بقى عائق عائق الـ بقى عائق قدامنا باستخدامه باستخدامه بالاتصالات الحديثة استمر هذا إلى بعد الثمانينات في منتصف الثمانينات تقريبا بداية الثمانينات ثلاثة وثمانين اثنين وثمانين ما أذكر أربعة وثمانين إجت هي البحوث من وراء الثمانين إلى منتصف الثمانينات وصلوا إلى إضافة القارد وإضافة اللي قدرنا أن نتخلص من مشكلة الأرثيجنولة بالرسيفر وهذا فبدأ تقريبا البداية الحقيقية كتطبيقات للـ OFDM بدأت بالتسعينات واستمرت لليوم هذا يعني صورة إجمالية هذه النقاط الرئيسية وشكرا جزيلا إذا أكو أسئلة بخدمة يعني قصدك نعم قصدك أنا حولت سويت لها من إشارة زائد خمسة ناقص إشارة رقمية سويتها وبعدين حولت نعم شبيه يعني توب موديلشن تكنيك هذا لأغراض الأغراض الإرسال تتعامل من أجل أتعامل تتعامل مع إشارة إشارات يعني خنقول يعني من أريد أعالجها ما أقدر أعالجها دخل يعني ديجيتل فأسوي فالإنالوج فالإنالوج لازم أحول الديجيتل إنالوج شو أنا أحول الديجيتل عن طريق هاي المابنج ولذلك سمينا موديليشن تكنيك سميناه مابنج هو تحويل الديجيتل إلى إشارة أنالوج بتحميل هذا من إشارة معينة هسا هسا شلون تتحمل هل هي بي اس كي كوادريتشار كوادريتشار بي اس كي أين كانت التقنية اللي أستخدمها نعم طبعا موجود هذا ممكن استخدامه يعني قصدي ما إحنا دخلتنا دخلتنا بعالم آخر بالاتصالات نحن جاي نشتغل على الـ OFDM هسا بقى من أوصل بالمرحلة الأخيرة بعد ما حملت الآن حملت الإشارة مالتي OFDM إشلون أرسله هل أرسله بسنجل كاريار وانتهي أو أرسله باستخدام السبريد سبريد سباترام إشلون أرسله هاي تقنيات وكل وحدة بيها إيجابيات نطب أكسس مثود وإلها تطبيقات قلنا وهذا ما متعلق بمحاضرة اليوم يعني يعني هو إن شاء الله بالمحاضرات الجاية راح تكون تكون ضمن النظام نعم هنا قصدك المعادلة هاي لو قابله هاي يعني هنا هنا نعم لا لا أول نقطة هاي لو كان عندي إشارتيين فقط راح يكون سين والكوسين أرثيقنال زين ماذا لو كان عندي 64 إشارة ما أحقق ما راح تكون ما راح تكون سين وكوسين راح تكون إذن إشارات بأطوار هي كلها سين هاي نقول هي سين ويف أكيد بأطوار مختلفة زيان شلون تتحقق هذا هو البحث هذا هو مجال البحث اللي حققها اللي حققها استخدام الفاسفور فإن تشوف الأولى راح تكون عبارة عن يعني أسألوا أجي أبا وعيدهم مثلا خلوا أفترض هنا ذن ثمانية راح أشوف الأولى بزاوية صفر الثانية بزاوية واحد على ثمانية الثالثة اثنين على ثمانية الزاوية مالتهم وهكذا إلى أن أصل سبعة على ثمانية سويت حلقة كاملة جزئت نفسها لثلاثمائة وستين جزئتها على عدد السب كارير وإلا أنا شلون عندي إذا عدي سان وكوسان عندي معناها فقط إشارتين تو كارير هذا الحاج كلام صحيح للتو كارير للتو كارير للتو كارير بس ما نستخدم التو كارير مولتي كارير وتتحقق آليا هذه هاي التوزيعات باستخدام الانفيرس فاسفوريان تراسفور ما راح تدوخ بيها أنت هو الانفيرس فاسفوريان تراسفور هو راح يجزئ لك ويسوي يحقق الارثيجنولا بالترانسميتر وهذا مو تحدي هو متحدي هنا قدام الباحث الباحث التحدي قدامه كيف يحقق الارثيجنولا بالرسيفور بعد ما تعاني الإشارة ما تعاني تعاني من تأثيرات الشنال المختلفة من النويز المختلفة من إشلون احقق الارثيجنولا إشلون أحافظ عليها وهناك التحدي هذا من العلماء ومو بعيدة أن يقول يابا أنتم صح مشيتوا بالسايكلك بريفكس هاي اللي جاي تلغيلي إياها أنا راح أحصل أرثيجنولاتي بدون استخدام السايكلك بريفكس بتكنيك آخر هسه شنو ما معروف أنا ما أعرفه لأنه ما معروف أصلا بس أقول إحنا لنخلي نفسنا بأنه هاي تقنية لحذف يعني هاتش نفهمها أن السايكلك بريفكس هاي القارد اللي حطيناها هي تقنية لحذف لتحقيق الأرثيجنولاتي بالرسيفر الآن أقدر أجيبا تقنية أخرى بدون سايكلك بريفكس طبعا أفضل لأنه راح يوفر على نفسي حيز من الزمن حيز من الباندوث أنا جاي أخسره بالسايكلك بريفكس شكرا جزيلا شكرا جزيلا